المقبلة طيب مسألة أخرى لقاء المرتقب في القمس عشر من شهر يوليو الذي سيجمع بين كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدد من قادة الدول العربية كيف تراه؟ التحالف الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي الصاروخي الجوي هو الذي سيأتي به جو بايدن ليقنع دول الخليج بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق لدخول في هذا التحالف أستطيع أن أؤكد لك أن السعودية وقطر والكويت وعمان ومصر والأردن والعراق لن تكون هذه الدول جزءا من التحالف الأمريكي الإسرائيلي مستحيل لأنه ثمت خطا متوازيا مع هذا التحالف اقترحه الملك عبدالله ملك الأردن قبل ثلاثة أيام في مقابلة مع السين أن قال هناك تحالف سيحدث بين مصر الأردن والعراق والسعودية لمواجهة التحديات التي تعصب المنطقة لم يحدد ما هي هذه التحديات يمكن أن تكون إيراني يمكن أن تكون إسرائيلي يمكن أن تكون تحديات أخرى لا ندري ولكن الرئيس بايدن سيأتي إلى المنطقة أولا لترميم العلاقات بينه وبين المملكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية التي أصابها الكثير من التصدع نتيجة وقوف المملكة العربية السعودية في أوبيك بلس مع روسيا رفضا لرفع الإنتاج ولا أعتقد أن السعودية ستقدم أشياء كثيرة للرئيس بايدن لأن الرئيس بايدن ارتكب أخطاء كثيرة استراتيجية وهذا ما قاله الجمهوريون والديمقراطيون في داخل الكونغرس الأمريكي في مجلسي النواب الشوخ بأن لا بد من الرئيس بايدن أن يرمي مع العلاقات الاستراتيجية مع الدول الخليج وهو الآن في حاجة إلى دول الخليج وإذا المملكة العربية السعودية أكثر من حاجة للمملكة السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية قد يبدو هذا الأمر مستغرب ولكن هذا هو الواقع وهذا ما أقر به الكثيرون من الجمهوريين والديمقراطيين في داخل الكونغرس الأمريكي موسيقى